الثمن من مارس من كل عام محطة يحتفي فيها العالم بالمرأة نظيرة كفاحها وسعيها لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها نحو مزيد من المساواة وتمكن وتعزيز حضورها الفاعل على المساويات المختلفة نعم هذا يترجم تطلعات المرأة الظفر بحقوق تضاهي جهودها في المجالات كافة طبعا وسط سعي أممي حفيف لدعم مطالبها المختلفة وتحول هذا اليوم اليوم العالمين المرأة لموعد منتظر للاحتفال بإنجازاتها المختلفة في المجتمعات على مختلف الصعود بعد أن كانت جذوره قائمة على فكرة الإضرابات والاحتجاجات لنشر الوعي عن استمرارية عدم المساواة بين الرجال والنساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا حلقتنا اليوم مخصصة للحديث عن المرأة في كامل أنحاء العالم مطالبها ماذا حققت إلى حد الآن للحديث أكثر تنضم إلينا من بيروت الناشطة النسبية سارة العوطة صباح الخير وألم بيكي معنا سارة في صباح جديد وكل عام وأنت بخير وكل يوم وأنت وكل سيدات الدنيا بألف خير يعني نضالات المرأة منذ 1911 تحديدا الثامن من مارس لا تنتهي ومازالت مستمرة تناضل المرأة من أجل الوصول إلى تحقيق مطالبها يعني بما أنك ناشطة نسوية كيف تقيمي إلى حد الآن وإلى حد يومنا هذا ما وصلت إليه المرأة من تحقيق أهدافها يعني بصفة عامة ليست المرأة العربية فقط وإنما على مستوى العالم صباح الخير كل عام وأنت بخير إليك كمان زميلتي وشكراً على معايدك الحلوي هاي أول معايد بسمع الصباح هيك سريعاً نحن أكيد تقدمنا بمجالات كتير كنساء باتخاذ حقوقنا من جديد وبعدد من الدول حتى بالدول العربية يعني الدول العربية صحيح وضع النساء لا يزال مش بشكل متقدم مثل غيرهم بس الدول العربية عم بتحاول تعزز حقوقنا بعدة مجالات ونحن كنسويات ناشطات على الأرض عربيات عم نحاول نحسن من وضع النساء بالدول العربية بس رغم هذا التقدم وهو تقدم جداً بسيط وضعت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة منهم الهدف رقم خمسة إحقاق المساوات الجندرية بين الجنسين بس للأسف هو المفروض التارجت نصله بألفين وثلاثين لهلأ المؤشرات كلها بتدل أنه نحن ما عم نحرز هذا التقدم مثل ما كان مخطط له لما نحطت الأهداف وبالتالي بالأرقام ما في تقدم بالطريقة صار بداية كل عام وأنت بخير وهذه ثاني معايدة لك اليوم يعني تقولين أن الطريق طويلة وتعابلين عن صعوبة تحقيق أهداف العام 2030 وبالفعل حتى العام الماضي كنا نرى المرأة تناضل في أفغانستان لحق التعليم وهو حق أساسي في إيران الاحتجاجات التي عمت الشارع لأشهر طويلة وما زالت الحركة مستمرة عقب مقتل فتاة محسى أميني في الولايات المتحدة أيضا حتى في الغرب هناك قوانين تتعلق بجسد المرأة وحرية خياراتها وبالتالي هذا الصراع الأزلي على حقوق المرأة ما هو من شاءه؟ يعني هو لا يتعلق بالرجل فقط هو يتعلق بالأنظمة أيضا الذكورية والباترياركية صحيح هو مش متعلق بس بجنس الشخص الآخر لأن نحن بالحركة النسوية في رجال معنا بالحركة ورجال متضررين من عدم المساواة بين الرجل والمرأة بكافة المجالات هو نظام قائم نظام يشوبه الكثير من التمييز ضد النساء والفتيات فلما نظام بقوانين وممارساته نهجه المعتمد بيحاول يقمع النساء والفتيات بشكل مستمر ويقمع كل مدافع عن حقوق النساء كالرجال أكيد رح نلاقي أنه نظام حد ذاته هو واقف ضد حقوقنا نحن ما بحياة نقلنا أن حقوق النساء هنا ضد الرجال وهي العقلية التي تحاول تروجها هي جزء من نظام البطرياركي نحن منشدد منقول لازم بكافة أشكال المجتمع وكافة أكيد أعضاء المجتمع عم نشتغل كرمال المساواة لأن المساواة ما بيصب بصالح النساء أو الفتيات كمان بيصب بصالح الرجال والفتيان حتى أن هذا الصراع يعني جزء منه هو استهلاك تجاري كترويج السلع على حساب المرأة وطريقة ذهنية استهلاكية خاصة بالمرأة صحيح وعده هو اليوم العالمي للمرأة جاء نتاج حراك عمالي سارة منذ بداية القرن العشرين ولكن مطالب المرأة لا تتعلق فقط بحياتها المهنية والمساواة في الشغل والعمل ولكن أيضا حتى داخل المنزل لا تزال المرأة سواء الفتاة لدى عائلتها أو المرأة المتزوجة ما زالت تعاني من عدة نقائص ما زالت تخجل من التعبير عن ما تتعرض له من ضغوطات وأشياء سلبية في حياتها اليومية ما الذي يحمي المرأة؟ ما الذي يجعلها تكسر حاجز الخوف؟ لا نتحدث هنا فقط عن العمل لا نتحدث عن كل ما تتعرض له في حياتها اليومية كما ذكرت عهد منذ نشآتها منذ الطفولة اللي بيكسر له حاجز الخوف هو إنه لما نوقف ونقرر نحتفل بإنجازاتنا الصغيرة ليه هو في يوم مرأة أصلاً؟ لنوقف كل السنة عم نشتغل للناضل عن حقوقنا ونقول هيدا يومك حتفلي بإنجازاتك لصغيرة النساء لما تشوف نساء أخريات قويات قادرة بسل نفسها قادرة تحكي عن حالة بتتشجع وتكسر حاجز الخوف وبالتالي أنا دايماً بقول وحتى زميلات النسويات بقولوا ضروري نعمل ولو حرك صغيرة قدر نساء أخريات هن ما وصل لهم السوشال ميديا وما وصل لهم التلفزيون أو هن عايشين بساتينج كتير مسكرة كتير محافظ فأي حرك صغيرة فيها هيك تمكين وتقوية أو أي كلمة حتى ممكن يحفز النساء أنه تحكي عن حقوقها وبالتالي أنا هون عم بحكي على سكايل كتير صغير إذا بنا نحكي عن مقياس أكبر مبالك الحملات الإعلامية والتوعوية يلي عم بتصير بدولنا كل الوقت الإضاءة عليهم بالتلفزيونات عدم الرضوخ لأي جريمة قتل النساء كل الوقت هيدا الشي بيخلي النساء توقفوا ترفض واقعهم بس أنا ما عم بقول إنه رفض الواقع هو شيء سهل لأنه نحن أنزمتنا مثل ما قلت يعني مثلا محسا أمينة بعد بقتلة قامت ثورة بإما وأبوها بمحلات تانية عنها قتل النساء صار مثل مسلسل بعدد من الدول العربية يوميا بأمريكا رجعوا يحكوا على تجريم الإجهاد وغيرها من الحقوق الجسدية العنف هذا وجه بحد ذاته يعني أنت ما بس عندك التمييز ضد المرأة نعم صار بدأت حديثك بالاحتفال صحيح ونحن بوعا نباشت العنف ضد المرأة فقط وانتهيت بالحديث عن العنف ضد المرأة هل اليوم العالمي للمرأة هو يوم للاحتفال أو للاحتجاج؟ صحيح بدا نعتبر يوم المرأة هو مش يوم عطلة نحن منحتفل بس بطرقنا نحن موجودين في الستوديو لأنه إذا ما احتفلنا بشو أنجازنا اللي هي اللي هي شعلة يعني هي الشعل اللي بتخليك تقولي آه أنجاز تخليلي كفي للسنة الجاي بس كمان منحكي شو التحديات يلي نحن عشناها كل السنة وبالتالي كيف حنكفه؟ فهو يوم عمل مضاعف عن الأيام الأخرى بالنضال النساء والنساء وبس اسمحيه للضيق على شغلة نحن كثير بنحكي عن العنف ضد المرأة عنف ضد الفتيات عنف ضد الأقليات بس الأهم نضوع عليه إنه لما نحكي عن العنف ضد المرأة بتفرق لما نقول مرأة لما نقول مرأة لاجئة لما نقول مرأة لاجئة من عرق معين لما نقول مرأة لاجئة من عرق معين وهي في وضع اقتصادي صعب أو غير متعلمة ففي هذه التقطعية اللي بتزيد مستويات العنف على النساء الوعي أعتقد وعد وسار الوعي لدى النساء والرجال هو الذي سيجعل هناك فوارق بين النساء التي تحدثت عنهن سواء دجئة أو عاملات أو ربات بيوت يعني ضروري أن يكون هناك وعي بحقوق المرأة أو بمعاملتها ككأن يستحق كل ما يستحقه الرجل وربما أكثر صحيح وعد؟ خاصة الوعي على النشاط النسوي اليوم وهنا سؤال أخير وباختصار لسماح تسارة هناك نوع من شيطنا في المجتمعات للنسويات والنشطات النسويات وكأنهن بمهمة تغيير قيم المجتمعات خبرين باختصار عن دورك كناشطة هل هي وظيفة؟ هل هو دور؟ هل هي قضية تحميلينها؟ هو خيار خيار أنه نحن نغير مش القيم المجتمع بشكل عام نغير القيم السامة والقيم يلي بتعزز العنف ضدنا فأنا ما بق فيه يقبل باسم الشرف يقتلوني لا بق فيه يقبل لأني امرأة يسكتوني هؤل القيم يلي كانت متجزرة بعدد من المجتمعات أكيد ما حنت بنقبل فيه لأنه هني قيم سامة مش بس لنا كنساء لنا كأفراد بهالمجتمع ولازم نكون فاعلات فهو خيار أنه نحارب قيم سامة بحقنا وأكيد نحن ما عم نغير واجه المجتمعات يعني باقي مجتمعات أنجاز التقدم وما غيرت قيمها الجيدة نعم بالفعل شكرا لك سارة العوطة ناشطة نصفية كنت معنا من بيروت بالفعل نحن ولا نسعى إلى تغيير القيم السامية التي تربط عليها أجيال وأجيال ولكن نسعى لتغيير كل ربما القواعد السلبية لا نسميها قيم بما أنها تحمل معاني سلبية جدا وعد نسعى لتغيير هذه القواعد الموضوعة التي لا تمت لأي فعل خير بصلاة